هيدا الفيديو يلي شايفينه قديمكن هو واحد من الفيديوز يلي عملته من دون مصور ولا اي شي انما كله باستعمال ذكا الاصطناعي مش باس فيديو انما عموص في جاهزة وكلام بالانجليزة وموسيقى بخلفية للفيديو خلينا نسمعون سوا انا عملت هيدا الفيديو حتى فارجيكم انه كل واحد منا قادر يكون عنده تشانيل وبعد ما اجاني كتير تعليقات حتى فارجيكم خطوة بخطوة شو هني الادوات يلي فيها نستعملن حتى نعمل هاك فيديو وبدأي لكم كما انه هيدا الفيديو ما كلفني ولا اي شي كل الادوات يلي استعملتها هي مجانية ورح نشوف كيف بدنا نعمل فيديو سوا خطوة بخطوة لكل حد عم يحضرني لأول مرة انا اسمي مارون وبهيدي التشانيل بعطيكم افكار كيف يكون طلعوا مننا مصاري واذا مهتمين بالمحتوية اللي عم قدموا فيكم تعاملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانيل حتى يوصلكم كل شي جديد اول شغلي عايزينا هي نحنا بنوان بدنا نجيب الوصفات تبع الاكل اكيد ما لازم بس نحصل حالنا بالوصفات العربية لازم نتوسع اكتر بما انه نحنا عم نحكي باللغة الاجنبية ويفضل انه تكون تشانيل باللغة الاجنبية حتى يكون مردودة اكبر وانتشارة اوسع الويبسات يلي عم تشوفوه قدامكم هو واحد من الويبساتات يلي فيه كتير وصفات اذا عندكم غير ويبساتات فيه وصفات ما في اي مشكلة بس هيدا كمان واحد من الويبساتات يلي فيه كتير وصفات اذا منروح لهون يعني ما بتنتهي الوصفات وكل يوم بنزلوا وصفات جديدة نحنا قادرين ناخد منهم هيدا الوصفات لحتى نشوف كيف نحول الكلام بهيدا الوصفة لفيديو لكن فود نتورك هو اول ويبسايت نحنا بدنا نستعمله بعد ما نروح نستعمل هيدا الويبسايت ونشوف شو بدنا منه اي وصفة حيالة وصفة انا قادر ادخل عليها اوكي وبس ادخل عليها في عندي هون انا الوصفة بالتفصيل فبروح بشوف شو هني المكونات وشو هي الطريقة رح اخد كل هيدا الكونتنت يلي انا بدي طلعه من هيدا الويبسايت وبيدي روح على موقع نحنا كنا حكينا عنه وعملنا تشانل من غير نوع فيه اليوم رح نعمل للطبخ اسمه بيكتوري دوت اي اي بيستعمل كتير الزكاة الاصطناعية حتى يحولنا الكلام يلي نحنا بنعطيه لفيديوز فاول شغلي بدنا نروح نعملها بدنا نروح على بيكتوري دوت اي اي بيكتوري دوت اي اي مش مجيني بس انا كمان كنت شرحت الطريقة كيف فيكن تستعملوا بيكتوري دوت اي اي بطريقة مجينية في عنا ويبسايت اسمه تامف ميل دوت ايميل منروح بناخد منه ايميلات يلي هي ادجوليفري دوت كوم ومنسجل فيه بيطلعنا ثلاثة فيديوز كل مرة منسجل كمان هون ما في ايميلات محددة او محصورة عدد غير كافي من الايميلات كل مرة منقدر نجدد الايميل ونرجع نستعمل منه بيكتوري دوت اي اي بس منسجل منحط اسمنا والايميل والباسورد ومننطلق بس نوصل لهون ماشي بنوصل على هايدي الشاشة الرئيسية تبع بيكتوري دوت اي اي ما بدو تفعيل ايميل ما بدو اي شي بنوصل لهون منقل له سكريبتو فيديو بنروح منقل له بروستيد فانا هون مسلا بروح بشوف شو اسمها الوصفة خالنا نقول هايدي اسم الوصفة باخدها وبحطها هون وبلش اعطيه شو هني المكونات طبع هايدي الوصفة بحطها هون بس قبل قبل هون بدنا نكتب مسلا يلي ما بيعرف يكتبها بالانجلش بروح بيجيبها من جوجل ترانسليت بيجي بحطها بس لنقول انه مسلا نعم نرحب بالمشاهدين على المشاهدين اوكي مسلا اليوم شو بدنا نعمل ويويل كوك ومنشوف شو اسمها هايدي الاكلي اللي هون منحطها هون وهون بس منكتب يعلي هني شو هني المكونات وبتبلش المكونات تحتها بدنا نجيب الطريقة كيف يلي هي بيسموها هون دايركشنز كمان بناخد دايركشنز بنروح منجيب الدايركشنز يلي عطينا يهون اوكي مسلا اذا في ملاحظات في ننظيفة اذا ما بدنا ننظيفة فينا بس اذا بدنا كمان في ننظيفة فانا صار عندي هيدا لسكريبت جهزت له لسكريبت عندي رحت على بيكتوري دات اي اي قلت له حول لي هيدا سكريبت لفيديو فبروح انا بقل له بروسيد رح يروح يشوف هلأ منشوف اي طريقة نحنا بدنا اياها تطلع مثلا خلينا نقول بدنا اياها تطلع بهايدي الطريقة الكلام بقل له select واذا لليوتيوب بنقل له 16.9 يلي هي معلمة فهلأ بديروح يدور على الكلام يلي انا عطيته اياه هيدا الكلام بديروح يشوف شو عنده هو بالمكتب يتبعه فيديوهات ملائمة للكلام يلي انا عطيته اياه هلا بس يصير مية بالمية اكتمل رح نشوف كيف بيعطيني السكريبت على ميلي والفيديو على ميلي وبدنا نشوف كيف بدنا نزيد له الصوت كيف بدنا نزيد له الموسيقى اذا بدنا نعديل اي شي في فيديو مع عجبنا بدنا نغيره كل هيدا الامور نحنا قدرين نتحكم فيها رح نشوف سوا كيف بدنا نعمله متل ما انا شايفين صار عندي السكريبت هون يلي انا عطيته اياه وصار عندي انا الفيديوات كل فيديو شو رح يعطيني صورة لائلة اوكي لكن صار عندي اول شي الفيديو اول شغلي بروح بعمله بروح انا لهون على شي اسمه اوديو متل ما انا شايفين عنا كتير اصوات هايدي كلها نحنا فينا نستعمله بروح بحط انا اي صوت بل يجربون مسلا لان اعتبر هيدا الصوت عجبني بروح بقل له ابل اي فانا هلا الفيديو صار عنده خلفية خلفية موسيقية وراه هايدي اول شغلي بعمله تاني شغلي بروح على الفيديو لحتى شوف اي صوت بدي يركبه على هيدا الفيديو بروح ببلش كمان جرب بالاصوات هون مسلا هيدا الصوت لان اعتبر عجبني بس بروح بعمل هون بس روح اقل له voice over بس بروح بقل له apply to all لحتى يروح يقرأ كل المشاهد يلي انا عندي اياها فانا صار عندي الفيديو صار عندي خلفية الموسيقى صار في عندي شخص عم يحكي لي الكلام يلي عم يقطع بكل مقطع هون متل ما انا شايفين في علامة مائية هلا منشوف بس نعمل download للفيديو رح تختفي هيدا العلامة المائية بس في حال لا نعتبر انا هيدا هو الفيديو ما عجبني هيدا هيدا الفيديو يلي حتين لي على هيدا المقطع فبروح على شي اسمه visuals رح يعطيني اشياء بديلة لا نعتبر هلا احنا مش عم نقول شو هني مثلا خلينا نقول هيدا هي بتعبر اكتر عن الكلام يلي انا حكيه بدل هيدكي فانا بروح بنقية نفس الشي بالنسبة للباقيين اذا هيدا ما عجبتني فيني نروح نقية شي تاني كله موجود يعني ما عندكم خيار واحد عندكم اكتر من خيار انتم قادرين تركبوا الفيديو متل ما بتكون كلهم هاو دي اكيد بدون حقوق اا النشر فانتم قادرين تستعملون بكل اريحية بس خلص كل شي بالفيديو عندي بروح انا هون بقل له دونلود فيديو رح ياخد شوية وقت بس لحتى يزبط المشاهد وكل هيدا الامور ويرجع يعمل جنريت للفيديو وصير عندي اياه على اللابتوب رح ننطره لا يخلص وبنرجع لكم ومتل ما انا شايفين بس ينتهي الفيديو وصير حاضر بيطلعنا هيدا الشي قدامنا حتى يخلينا نعمل دونلود فانا بروح بقل له دونلود للفيديو متل ما انا شايفين صار عنا الفيديو عم ينزل عنا على اللابتوب هلا رح نشوفه سوا كيف طلع هذا هو الجديد متل ما انا شايفين فيديو احترافي الفيديوات كتير حلوة طريقة الالقاء كتير احترافية باللغة الانجليزية ما عملنا ولا اي شيء الفيديو اخد معنا بحدود الخمسة عشر دقيقة كل واحد فيكن قادر يعمل تشانل للطبخ اذا عنده اهتمام بهايدي الامور وقادر يوصل لاكبر عدد ممكن من المشتركين بتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم واذا عندكم اي استفسرات فيكن تتركوا ليها بالكومنت وما تنسوا تدعموني بلايك وسبسكرايب